تتصاعد وديرة القتال الدائري بين الجيش الوطني والميليشيا في محافظة الضالع المواجهات تركزت تحديدا في قرية رمه والرحبة التابعتين لمدرية قاطبة المطلة على مدريات مريس ودمت حيث دمرت قوات الجيش الوطني عددا من الاليات العسكرية التابعة للميليشيا بعد قصف مدفعي لمواقعها الاشتبكات امتدت لتستهدف ايضا مواقع وتجمعات الميليشيا في محيط جبل ناصة والعرفاف ما اسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحة الى ذلك ذكرت مصادر ميدانية ان مواقع المقاومة في جبهة مريس تشهد حشودا لرجال الجيش والمقاومة استعدادا لمحاولات الميليشيا الساعية الى التسلل والتقدم في المنطقة جبهة مريس ودمت ضلت لاشهر ساحة للمواجهة مع استمرار محاولة الميليشيا في التقدم باتجاه المواقع التي تسيطر عليها قوات الجيش